موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو حلقة جديدة وكلمة أخيرة النهار ده في ساعتنا الإخبارية حنتابع تأثير موجة الحر الرهيبة الجو رهيب يعني مش قادر أكلمكو عن تجو درجة الحرارة 45% مع انقطاع الكهرباء ففي كومبو كده رهيب في الجو مهم يعني موجة الحر الرهيبة مش علينا احنا بس ولكن على المحاصيل الزراعية على المواشي والأجهزة الكهربائية أيضا الحر مش بيأثر علينا احنا بس لكن على كل من حولنا ما حولنا من كائنات وحنشوف كمان تنعمل ايه مع الأجهزة طب لما تنقطع الحرارة حلوقتي عارفين انه في انقطاع الكهرباء على رأس الساعة طب انت تعمل ايه حتشي تدير فيشة امتى طب تعمل ايه في الأجهزة الكهربائية عشان ما تبصش طب تخلي بالك كل مثلا رأس الساعة تشيل فيشة يعني لازم نفكر هنعمل ايه في الأجهزة الكهربائية عشان احنا مش عايزين يبقى حر وغرب بيوت كمان محتاجين ان احنا نخلي بالنا من الأجهزة الكهربائية عشان ما تبصش وتتحرق ايضا هنتابع تتويج بطلتنا الشابة امينة عرفي ببطولة العالم للناشئات في السكواش تحت 19 سنة امينة كان عندها مشكلة قبل البطولة مع اتحاد السكواش اسرتها كانت عملت بيان واستغاسة للسيد الرئيس انهم مش عايزين امينة يكون معها والدها في نفس الغرفة وبعض التفاصيل مهم تدخل وزير الرياضة وسافر الوالد ورافقة امينة يعني بنت سوانونة ولكن قدرت انها هي على خطأ الكبار وقدرت انها تفوز ببطولة العالم للناشئات في السكواش الحقيقة احنا لازم دايما ندعم ابطالنا طلباتهم مش رفاهية البيروقراطية قاتلة البيروقراطية قاتلة البيروقراطية ما تخرجش ابطال ما تدعمش ابطال كل حاجة لها حل طالما ان احنا هدفنا ان احنا ندعم هؤلاء الابطال اما اذا قررنا ان احنا نلتزم بقواعد البيروقراطية بونعقدها زيادة فاحنا عمرنا ما يكون عندنا ابطال خاصة في الالعاب الفردية اما ضفنا النهاردة في النصف الثاني من الحلقة من الحلقة فهو الفنان احمد فؤاد سليم صوت اول ما بتسمعه بتعرفه استاذ سليم هو احد المكرمين في مهرجان المسرح هذا العام مع عدد كبير من النجوم حنتعرف على مسارته الطويلة اللي ما كانش فيها فقط ممثل مسرح وتلفزيون وسينيما ممثل مع الكبار واخرج يعني كان مع يوسف شهين وكان مع فنانين كبار الحقيقة لكنه ايضا كان احد ابطال حرب الاستنزاف قبل حرب اكتوبر وحرب اكتوبر ايضا يلا نبتزي الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة